تشعر بالعطش مع ذلك لديك رغبة عارمة بالتبول يرتفع عندك الصوديوم فيتورم الجسم وتتشكل لديك الوذمات تفقد الأمعاء الماء لانتقاله لمناطق أخرى من الجسم فيحدث لديك الإمساك ويرافق ذلك الصداع والخمول والتعب والوهن العام يرتفع لديك مستوى البوتاسيوم فينخفض مستوى أداء الأعصاب فتلاحظ تنمل وخدر في الجسم والأطراف وهذا بدوره ضعف عام في عضلات الجسم وخصوصا عضلات الأمعاء ومن علامات ذلك الانتفاخ والغثيان يرافق ذلك ألم في الصدر وضيق في التنفس وعند ارتفاع المغنيسيوم يعني فشل في تخليق البروتين وضعف العظام واضطيرابات ضغط الدم والإسهال وبقية الأعراض التي تنجم عن ارتفاع الصوديوم والبوتاسيوم وهذا ما ينطبق على البيكربونات أيضا عند ارتفاعها في الجسم هنا أنصح بما يلي تناول مدرات البول للتخفيف من الأملاح من الصيدلية تزود من السوائل الوريدية واشرب الماء بشكل يومي وتناول البقدونس وأيضا التوت البري أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم